مرحبا أصحاب يقالوا أن الكلب أفضل ورفيق للإنسان لكن لابد أن تعلم أنك إذا رغبت باقتناء كلب من سلالة معروفة وبمواصفات محددة فالمبلغ مرتفع للغاية هناك العديد من الكلاب لا يشتريها إلا الأغنية هل تعرف؟ تقدم لك قائمة من بين أغلى الكلاب في العالم أولا بيمورينان سبيتز يزن هذا الكلب من ثلاثة إلى سبع باوندات لذلك فهو مناسب للتربية الداخل وخارج المنزل كما أنه اجتماعي ومحب للأطفال يبلغ ثمن هذا الكلب الرائع من ثمانمائة دولار إلى ألفين وخمسمائة دولار ورغم وزنه الصغير لكنه يتمتع بجمالية فائقة ثانيا دوغو أرجنتينو هذه السلالة مخفية للغاية كونها من الكلاب الصيادة فمن المتوقع أن تكون عدوانية لهذا السبب يجب توظيف مدرب محترف لتدريبه بشكل صحيح لأن دوغو أرجنتينو يمكن أن يسبب لك خطرا على حياتك ذلك إذا لم يتم تدريبه جيدا للحصول على هذا الحارس المثالي لمنزلك وعائلتك عليك أن تدفع ما يصل من ألف دولار إلى أربعة ألاف دولار ثالثا أكايتا نشأت أكايتا في اليابان ولكن اليوم هناك نوعان منفصلان من سلالة يابانية وسلالة أمريكية هذه الكلاب مخلصة جدا ولكن يمكن أيضا أن تكون عنيدة ومهيمنة وتتطلب الكثير من التدريب السلالة اليابانية الخالصة هي أكثر تكلفة ويمكن أن يصل ثمنها إلى أربعة ألاف وخمسمائة دولار رابعا الروت وايلر تاريخيا كانت هذه سلالة تستخدم في الرعي كونها من الكلاب التي تحمي أسرها كما أنها وصية جدا على القطيع وكثيرا ما تستخدم ككلاب للبحث والإنقاذ وكلاب للشرطة وكلاب تقف الأدلة على الرغم من أن هذه السلالة شائعة جدا ومعروفة في الوقت الحاضر قد يكلفك ثمنها حوالي ستة ألاف دولار خامسا بيروهان تعقب الفرعون يبلغ ثمن هذه الكلاب ستة ألاف وخمسمائة دولار على الرغم من أنها تبدو تماما كالتمثال لكنها تعتبر كلابا ذكية نشطة وودودة وهذه الكلاب عندما تتعصب يتحول أنفها وأذنها إلى اللون الوردي سادسا أزواخ تعتبر هذه الكلاب واحدة من السلالات الإفريقية المتاحة للشراء ينحصر ثمنها بين ثلاثة ألاف إلى ستة ألاف وخمسمائة دولار فهي تصنف من الكلاب الصيادة السريعة حيث تصل سرعتها إلى أربعين ميلا في الساعة فهي تحتاج إلى الكثير من النشاط البدني للمحافظة على تعلقها هذه الكلاب ودية للغاية ومحبة للبشر وللكلاب الأخرى سابعا درواس التبت استخدمت القبائل البدوية القديمة في الصين ونيبال والتبت هذه الكلاب لحماية الأغنام من الحيوانات المفترسة الدرواس التبتي هو واحد من أكبر وأكثر السلالات وقائية في العالم هذه الكلاب يمكن أن تصل إلى ثلاث وثلاثين بوصة في الطول ووزن اثنين وسبعين كيلو جرام يتراوح ثمنها ما بين الفين وخمسمائة دولار إلى سبعة ألاف دولار لكن في عام الفين واربعة عشر تم بيع هذا الكلب بواحد مليون فاصل تسعمائة ألف دولار حيث اعتبر واحدا من أغلى الكلاب في العالم ثامنا تشاو تشاو هذه السلالة الصينية هي واحدة من أقدم سلالات الكلاب الموجودة في العالم وتعتبر جيدة في الراعي والصيد والحراسة توجد هذه الكلاب في عدة ألوان كالأسود والأزرق والأحمر ولديهم لسان أسود ويصل ثمنها ما بين تسعمائة دولار إلى ثمانية ألاف وخمسمائة دولار تاسعا الأسد الكلب الصغير هذه السلالة تشبه الأسد فهي تعرف بأنها واحدة من سلالات عصر النهضة وحتى لوحظت ببعض لوحات عصر النهضة هذه الكلاب كانت توجد فقط عند النبلاء في ذلك العصر وفي الوقت الحاضر نادرة جدا مما يجعل ثمنها غاليا جدا حيث يتراوح ما بين أربع ألاف وثمانمائة دولار إلى عشرة ألاف دولار عاشرا سامويد يبلغ ثمن هذا الكلب ما بين أربعة ألاف دولار إلى أحد عشر ألف دولار فهو كلب من كلاب الزلاجات العاملة شعره كثيف جدا وطويل ويتمتع بابتسامة رائعة تزيد من جماله والتي تمتد من الأذن إلى الأذن فهو يجذب انتباه الناس بجماله فهو هادي ومخلص ومحبوب لذلك يستخدمه الأوروبيون لملاعبة أطفالهم ويسمى السامويد وذلك نسبة لشعب السامويد في سيبيريا هل تعرف أي سلالات أخرى من الكلاب المكلفة لم يتم ذكرها؟ أو ربما كنت تملك بعضا منهم؟ نود أن نسمع عن الحيوانات الأليفة الخاصة بك في التعليقات شكرا للمتابعة تريد أن ترى المزيد من الفيديوهات على قناتنا؟ نحن نساعدك على ذلك اضغط على إيقونة الجرس ستكون على يقيننا كل الأصدقاء هنا ومن ثم ستحصل على الشعارات بالإصدارات الجديدة للمزيد اشترك في قناتنا لمشاهدة كل ما هو جديد وممتع شكرا للمشاهدة